بمراكش تنظم منافسات الدورة الثامنة عشر للبطولة الإفريقية في رياضة الجنباز الفني بمشاركة حوالي 165 رياضية ورياضيا يمثلون ثمانية دول إفريقية حفل الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة الرياضية الإفريقية المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس حضره عدد من الشخصيات يمثلون على الخصوص الاتحاد الإفريقي للجنباز وأعضاء الجامعة الملكية المغربية للجنباز وتميز الحفل بتقديم الفرق المشاركة وأهازيج موسيقية وعروض فنية في شكل حركات رياضية من طرف مجموعة من الفتيات الحمد لله اليوم تشهد المغرب واحد لحادث تاريخي كبير هو نجاح البطولة الإفريقية للجنباز المغرب نظم مرتين البطولة الإفريقية لرياضة ترامبولين واحتللنا بها لأول مرة احتلنا المرتبة الأولى إفريقيا ثم اليوم البطولة الإفريقية معاهلة للألعاب الأنبية للحمد لله كيف شدوا أن الفارق الوطني فارق شاب وأنه سيقولوا كلمتهم إن شاء الله في باقي من الأيام منافسات اليوم الأول عرفت فوزة المصرية جانا هاني بالميدالية الذهبية في فئة السيدات لتتأهل إلى الألعاب الأولمبية المقبلة بباريز تنظيم عالي جدا وعلى مستوى عالمي وإحنا هنا أهم حاجة عندنا في الاتحاد الأفريقي إن إحنا نتأكد أن كل التنظيم وكل التجهيزات على أعلى مستوى وطبعا كان فيه دعم كبير من الاتحاد الأفريقي سواء في العتادة أو الأدوات اللي بتطلعها بودي منحة للاتحاد المغربي ستقول ملكياتها للاتحاد المغربي إن شاء الله بعض البطولة كل هذا دعم إحنا نقدمه للاتحاد للمغرب هنا البطولة الإفريقية للجينباز في دورتها الثامنة عشر تعد التظاهرة الثانية على المستوى الإفريقي في رياضة الجينباز التي ينظمها المغرب بعد البطولة الإفريقية الأولى لرياضة ترومبولين التي احتل فيها الرياضيون المغاربة الرتبة الأولى كما سينظم المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل البطولة العربية للجينباز وبطولة البحر الأبيض المتوسط في شهر نوانبيرا المقبل